طيب بالنسبة بقى للكام يوم اللي جايين الويك اند اللي احنا داخلين عليه يا تارك جوه حيكون عامل ازاي ده اللي هنسأل فيه دكتورة منار غانم اللي منورانا على التليفون وهي طبعا عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوهية يا صباح الخيرات على حضرتك يا دكتورة اهلا بيك معنا في عشرة صبح في الاهلي اهلا بيك كريم صباح الخير على حضرتك وعلى كل استادة مشاهد صباح الفول يا فندم وعايزين بقى نتطمن من حضرتك يا تارك كم يوم اللي جايين ان شاء الله الويك اند ده تحديدا هتبقى درجات الحرارة فيه وصلا كام حالة التقس بشكل عام هتبقى عاملة ازاي خلينا نقول ان احنا بالفعل بدأنا نشعر بالانقصاد في درجات الحرارة خاصة خلال فترات البيل المتأخرة والصباح الباكر الصغرة فترات البيل بدأت توصل ل11 درجة مقوية على الطاهرة الكبرى بدأنا نحس بالاجواء بين البريدة الى شديدة البرودة بتنقصد كمان اكثر في المدن الجديدة الاماكن الصحراوية كمان فترات النهار مكمل معانا انتقاط درجات الحرارة لان احنا في تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا كمان كتل هوائية معظمة قادمة من الصحراء الشرقية او كمان شبه الجديدة العربية منخفضة في درجات حرارة خلال فترات الليل فاحنا بنشهد خلال فترات النهار اضطرار في الاحوال الجوية سطوع لاشعة الشمس خلال فترات النهار فده بيخلينا نحس بالاجواء اللطيفة على اغلب المناطق الشمالية السواحل الشمالية محافظات الوكه البحري القاهرة الكبرى حتى شمال السعيد المناطق الجنوبية بنحس بالدفء والاجواء المعتدلة تماما خلال فترات النهار العظم على القاهرة القبرى هتراح ما بين 19 وال20 درجة مقوية خلال الايام القادمة يعني الاجواء الشفية المعتدلة لمسى هذا الوقت من العام لكن فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وفي ظل غياب أشعة الشمس هنحس بالبرودة والاجواء اللي لما قلنا البريدة الى شديدة البرودة على اغلب المناطق الموجودة في الجمهورية بالاضافة كمان من الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير خلال الايام القادمة هو تكون الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الضرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى محافظات الوكباح في السواحل الشمالية مدن القناوي شمال السعيد شبورة مائية كثيفة يعني هتأثر على الرؤية الأفقية أكيد دي نقطة مهمة جدا وتحزير في المنتهى الأهمية لكل سائقي المركبات المختلفة وخصوصا نحن داخلين على ويك أند وكمان رأس سنة بقى كل سنة حاضيك طيبة وفيه ناس كثير في الأجازات من النوع ده بيروحوا محافظاتهم أو بيزوروا محافظات تانية فده نقطة لازم تطرع على الحقيقة كل سنة طبعا وحضرها الطيبة حضر الطيبة بخير بالفعل الشبورة المائية خاصة كمان في مصل الشيطة ناخد بنا لأنها بتأثر على رؤية الأفقية فمهم لو احنا هنسافر في فترات الصباح الباكر تقريبا الساعة 3-4 لفجر حتى سطوعة شعة الشمس ستبقى القيادة بهدوء على التسام على السرق بشغل كشفات الشبورة الموجودة في السائرات بالفترات بالإضافة كمان فرص الأمطار ستبقى موجودة على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الواكف البحري باقي مناطق الكومورية طبعا ما فيهاش أي فرص أمطار فيها استقرار في الأحوال الجوية لكن محافظات الشمال الواكف البحري والسواحل الغربية زي المطروح والإفكام دارية هيكون عليها فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة يعني هتختلف من منطقة المنطقة على فترات متقطعة من اليوم لكن بصفة عامة ما فيهش يعني إن شاء الله منها ألع مش هتأثر بشكل كبير على أعمال الأنشطة اليومية نقدر نستمتع بالأجازة وعيض رأس السنة إن شاء الله إن شاء الله طيب بالنسبة بقى للزواهر الجوية الاستثنائية اللي ابتدت بقى تندع يعني زي العواصف والأعصير زي ما حصل في نيويورك يا ترى إحنا بعيد عن النوع ده من الأعصير ومن العواصف ولا وارد؟ الأعصير اللي ها بتشكل خطورة بشكل كبير على بعض الدول المطلة على المفتاح إحنا طبعا بقيت تماما عن تكون الأعصير لأن الأعصير دائما بتكون في المناطق أو المصطقة المائية الواسعة إحنا بتأثر بمقاطات جوية متعمقة بتموجودة على البحر المتوسط ممكن تأثر علينا بالأمطار الغذيرة أو نشاط رياح اللي ممكن نشوفه يعني شبيه للأعصير لكن فكرة أعصير ما بتأثرش علينا الحمد لله كمان الضربية الحرارة المتخفضة بشكل كبير جدا اللي بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية أو كنبة إحنا بعمل تماما عن مصادر الكتل الهوائية وعن تأثيرات الكتل الهوائية لأن ربنا الحمد لله حمينة بوجود البحر المتقصط أو البحر الأحمر ألف حمد كتل الهوائية لما بتمر على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل بشكل كبير فبتوصل لنا أدفى يعني لو هي جاءة من دول شارع أسيا أو الدول الأوروبية شديدة البرودة بمررها على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل فبتوصل لنا أدفى أو أبرد طبعا بيبقى فينا نصفات في جرابات الحرب طبعا مختلفة تماما عن المحاصر الجامعي جميل أنا شاكر لحضرتك فد موجودك معانا جزيل الشكر وكل سنة وحدك طيبة وأهل بيتك طيبين يا رب شكرا جزيلا لحضرتك ربنا يا خديك فد